هل تخاف ام لا تخاف ولكن هذا مش معناته في ترانسفير في هناك سياسة كده تحلها كده تحل المشكلة دولتين للشعبين طيب دولتين للشعبين هذا الحال ولكن هناك ايضا اصوات داخل اسرائيل تقول انه بعد حل الدولتين الخطر الاساسي على اسرائيل الدولة اليهودية طبعا هو الوجود العربي الفلسطيني في الداخل في ناس بيقولوا هيك اذا فكرة ترانسفير بعدها موجودي انت لازم اذا بدك يعني بدك تفحص ايش هو حجم هذا الكلام او هذه الادعاعات عليك ان تعمل استطلاع وتشوف ما هو موجود اليوم في هناك خوف من المواطنين العرب في اسرائيل لان في هناك تصريحات التي قد تسيء او تخوف الاسرائيلية لكن هذا مش معناته انه هذا الوضع سيستمر بعد ما انشيت الدولة الفلسطينية ولكن تيبي لفني تيبي لفني في احدى تصريحات التي قلت انه بعد حل الدولتين عمليا الحل القضية القومية للعرب في الداخل سيكون محلولا في دولة فلسطينية والعرب هنا سيكون بس مواطنين كأننا يعني نعيش في موذنبين لا يوجد لنا اي حكوم لا 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 هذا كمان دعاية خليني اقول لك بمنتظر صراحة لان انا الفكرة لدولتين لشعبين بتقول انه سنعطي مجال لكل شعب ان ان يحقق استقلاله اوكي الطموحات الوطنية القومية للسكان العرب الاسرائيل ستطبق في الدولة الفلسطينية هم سيستمروا مواطنين في اسرائيل مع كل الحقوق وانا متأكد انه اذا الوضع الامني سيكون مستتب هم سيكونوا قادرين يشتغلوا حتى في الاجهزة المخابرات الاسرائيلية يعني انا امتما انا اتكلم على حقوق شاملة انا اتكلم حتى على امكانية المواطنين العرب ان يشتغلوا في المخابرات الاسرائيلية اخي 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 رمزي سيد يوحنان كباحث كنت اتصور ان تأتينا بنظرة شمولية لتطور فكر اولئك الذين يؤمنون وينادون اليوم في داخل اسرائيل ومؤطرون في احزاب سياسية تعمل ليس فقط في البرلمان الاسرائيلي انما هي جزء كبير من الحكومة الحالية في اسرائيل في الماضي لحظة في الماضي كان من يصرح على ان الفلسطينيين الباقين في اسرائيل هم طابور خامس او سرطان في جسم الدولة او صرصور يجب معسه او ما الى ذلك هم افراد وان كانوا ساسا وقاضى عسكريين يتبوؤون مراكز هامة ولكن هذا الفكر تطور وعندما منعت الدولة شخص مثل العنصري مئير كهانا ان يترشح الى الكنيسة بسبب ما ينادي به من طرد للعرب اليوم اتباع كهانا ممثلون في الكنيسة الاسرائيلي ومثل اتباع كهانا هناك على الاقل ثلاثة او اربعة احزاب تؤمن وتكتب وتصرح ساستها بهذا الشعار بشكل يومي امثال اسرائيل بيتنا وهم يملكون خمستعشر عضو كينيسة ومنهم اربع وزراء في حكومة نتنياهو امثال هائحودة لأومي الحزب الوحدة القومية اللي ايضا منهم هناك وزراء يعملون اذا مش موجودين يعملون ويؤثرون في القوى الفاعلة في هذه الحكومة حزب المفدال حزب شاس ايضا اللي هو ممثل واللي اكثر من مرة سمعنا من رئيسه الروحي يقول عنا نحن العرب اننا افاعي يجب ان نداس في نعالكم هذه الاحزاب اليوم هي الاكثرية الواضحة في فضاء السياسة الاسرائيلية اقول لك اسمعني انا انا كمواطن في هذه الدولة انا اليوم احسب حساب ان فكرة الترانسفير وتهجيري وقومي من هذه البلاد واردة في مشاريع العديد من القوى السياسية الاسرائيلية السؤال يختلف ان كنتم قادرون اذا غير وارد وغير ممكن وهذا كله دعاية غير وارد وغير ممكن فكرة الفصل على ماذا تقوم على اي اساس تقوم القرار قصدت لا لا الفصل هناك يعني فكرة في اسرائيل وتم تنفيذها الفصل ما بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وبين اسرائيل على ماذا تقوم هذه الفكرة هذا الجدار شوف هذا ايش انت بتدخل ساعة لموضوع اخر يعني في موضوع اخر بس خليني اغود على كلام هو نفس الموضوع هو نفس الموضوع على القضية الديمقرافية بس اغود عن هذا الموضوع كمان بالنسبة للاحزاب شوف جواد مع كل احترامي لهذا الكلام يعني عليك ان تاخد بين الاعتبار التطورات التي حصلت في المنطقة قبل ثلاث سنوات كانت حكومة اخرى شعب الاسرائيل انتخب حكومة اخرى لم يكن وجود لهذه الاصوات في الحكومة الاسرائيلية في قبل سنتين ايش اللي حصل خلال هذه الفترة يعني لماذا هذه الاحزاب الحزاب حصلت على هذه القوة التي لن تكون لها جامل احنا مسؤوليا شوف انا ما بقول انت مسؤول انا بقول انه حصلت عدة احداث الذي دمرت قدرة الحكومة الاخرى واعطت لليمين الاسرائيلي فرصة ان يتعزز قوته اليمين الاسرائيلي اليوم هو يشكل الحكومة نعم هو اليوم يرأس الحكومة وهو اليوم خايف يعمل اشي معين في السياسة الخارجية من خشيا من الغدود الافعال الدولية اليوم اسرائيل موجودة في وضع دولي سيء غير مريح هي ورطت نفسها بمقارنة صحيح بمقارنة للطرف السياسة التي تتبع اول مرة في التاريح العلاقات الاسرائيلية الفلسطينية الطرف الفلسطيني موجود اليوم في احسن وضع الدولي بمقارنة لاسرائيل لماذا هذا الكلام؟ في سببين غيسيا السبب الاول هو السياسة الاسرائيلية التي هي غير واضحة للمواطنين الاسرائيليين جزء كبير من المواطنين الاسرائيلية غير واضحة وكمان للأسرة الدولية هي غير واضحة لكن السبب الثاني بالنسبة الي ممكن هو اهم من السبب الاول هو الوسائل التي تستخدمها الرئاسة الفلسطينية في هذه الايام او الطرف الفلسطيني وهو الصراع الغير عنفي دائما المقاومة الشعبية المقاومة الشعبية دائما كمان كان في النص هل هذا يجب؟ بس خلينا نكمل الفكرة كمان كان في البداية الانتفاضة الاولى كل الاكتسابات المهمة التي حصلت للفلسطين كانت في نص السنة الاولى الانتفاضة الاولى امتا ما لا فيش هناك عنف فيش هناك اسلحة نارية في الصراع ضد اسرائيل في هناك تأييد دولي كبير وضرد كبير على الطرف الاسرائيل لذلك اليوم اسرائيل تعيش في وضع دولي غير مريح بمقارنة للطرف الفلسطيني وانا شايف كمان الدعاية الذي انا حكيت عن دعاية الدعاية التي موجودة اليوم ضد هذا القرار هي محاولة لاستغلال هذا الوضع لتعزيز الضغط على الطرف الاسرائي جواد جواد يعني من يعارض هذا القرار هو عملية يقوم بعملية الدعاية لا لا اي دعاية الدعاية هو ما يقوم به يوحنان حينما يحاول ان يفهم الفلسطيني الضحية المهددة انا بقول لا يوجد جديد في هذا القضاء اذا لماذا شرعتموه يا اخي ان لا جديد به لماذا كانت هناك حاجة اليوم بتشريعه هناك تشريع للمجواد لكن ملاحظة هناك تشريع للمجواد وعمليا نفي اسرائيلي حول الكرار مع انه تم اوزيع هذا القضاء هل اسرائيلي بدأت تساوي اشيء للماذا شرعه لكان خطأ من جانب موظف معين في هذا الموضوع يعني لم يكن هناك حاجة يتوجه شوف اذي ليس الفضغة يعني عمليا كانت اسرائيل تحاول ان تنفذ هذا القرار سرا هناك خطأ يا اخي اولا لبعض الملاحظات على وضع اسرائيل كنت في اجهزة الامن انا عارف في هناك احيانا نشياء من هذا النوع لا يمكن لا يمكن اخفاء امر من هذا القبيل الى الابد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة